في الجزء الثاني والليلة أخرى من ليالي الكان والرحلة المستمرة للتغطية النسخة 34 من Total Energy سكاف كان الكوت ديفوار 2023 في كان الكوت ديفوار إذن كان المباريات وتبعنا بطبيعة الحال مصار المنتخب المغربي اللي انتهى منذ الدورة التومن النهائي وتبعنا كذلك ودائما في هذه الحلقات رحلات صناع المحتوى المغاربة بالكوت ديفوار وكانت مميزة في نقل الحماس والمشاعر الإيجابية يحضر معنا اليوم إبراهيم في الأنستغرام وأحد أبرز المؤثرين اللي كانوا في الكوت ديفوار قبل ما نمشون نشوفوا البورتري لليل إبراهيم وعودة للرحلة الرائعة كيف كان إحساسك بعد خروج المنتخب المغربي بغيت نسولك في الجزء الأول ولكن ما خلوا نشل الله قال براك عالب خوك شنوكي شنو مدووزين وصراحة نقبل الماتش من الأول ديال النهار كانوا الجمهور كامل المغربي اللي كانت ما كانوا عندهم مخاوف على عكس الماتشات اللي قبل كنا كمشوا التيران بوحي الحماس اللي إن شاء الله الماتش غالبين سبحالله ديال النهار ديال الماتش ديال جنوب إفريقيا قاع يعني الجامعة اللي كانت تم اللي كتسولوا شنو غاد نديره اليوم كيقول لك والله معرفت رأي قلبي كدار دون كانوا عندنا وحن مخاوف يعني دخلنا للملعاب وحن معاولين أننا هورا نقدر نفوزوا إن شاء الله ونفرحوا كاملين وفي نفس الوقت قدر ما ما يتكسبش اللي ننفوزوا ونخسروا دونك كنا متوقعين ذلك النتيجة وربما الوقع ديال الإقصاء هذا كيكون على يعني واحد بحالك نتال لدربتي الألاف ديال الكيلومترات باش توصل كيكون أسعد أوي قصحة شوية خوصاً كتشوف أنك شو حد ديال طريق دربتي أنتم أعدو تم مولفتي ديال أجواء ديال الفرحة مثلاً عندك تلاتة ديال المتشة ديال اللولين اللولا صحيح غالبنا في المتش الأول المتش الاني تعدل وكنت هو كانت في الأجواء مزيانة المتش الثالث ديال ما ديال الفرحة والحماس المتش الثالث فاخسارنا تم ما قد تقول وصفي ثلاث شي يعني اشي كامل دوسنا لكن ابراهيم كانت الريح لا غتنتهي غتنتهي عندك في المدينة سان بيدرو لأن من بعد حتى لو كنا تأهلنا كنا سنتقل ليم السكر وكتاعتنا ليم السكر وكتاعتنا ليم السكر والمهم ليس لسان بيدرو مهمية المغامرة مهم والا المغامرة كوت ديوار لقوفها إذا الأصدقائي توقفوا عند المغامرة صديق صاحب الحساب على الانستغرام براهيمولوجي والذي اختار وسيلة تنقل فريدة للكوت ديوار عبر الرولر وترك آثار كبير بعد الوصول للكوت ديوار والتدوينات عبر الحسابات لقات إعجاب الجميع التقرير التالي قربنا من هذه المغامرة للكوت ديوار براهيمولوجي كيفما يسمي رسول على انستغرام في رحلته الإفريقي الفريدة للكوت ديوار قاد صنع المحتوى إبراهيم المعروف ببراهيمولوجيا دوره كمشجع إلى مستوية جديدة حيث تحول إلى سفير للثقافة والقيم المغربية يحمل رسالة الأخوة والتضامن بين الشعوم استخدم إبراهيم وسيلة نقل غير تقليدية حيث اعتمد على أحذية العجلات أو الرولير كرفيقة ووسيلة أساسية في رحلته المليئة بالإثارة والمغامرات من طنجة إلى أبيتجان التي انتدت لمدة أربعين يوماً مروراً لسبع دول بما في ذلك السينيغال حيث ساهم بتنظيم دوي كرة الخدم بكل تفاصله لصالح مجموعة من الشباب السينيغالي وقدم الدعم من خلال توزيع الأقمصة والأحذية الرياضية وصولاً إلى الميداليات لم يكن اهتمام إبراهيم مقتصراً على الرياضة فقط بل امتدت أنشطته إلى العمل الإنساني الرائع إذ قام بزيارة دور الأيتام وقدم تبرعاته كمظهر من مظاهر الإنسانية والدعم مضيئاً قلوب الأطفال بالفرح لم يتوقف هنا بل أشعل الشارع الإفواري بالفرحة والحماس الذي سكن قلوب الأطفال بعد توزيعه أقمصة المنتخبين المغربي والإفواري في أجواء مليئة بالحب والروح الرياضية حركة أعاد رسمها لكن هذه المرة من قلب ملعب رومبوكو ما حطت بداية المنتخب المغربي في البطولة إذ قام بتوزيع أقمصة المنتخب المغربي على الجماهيل الحاضرة رسم إبراهيم بصمة لا تنسى في قلوب الإفواريين وأظهر كيف يمكن للرياضة خاصة كرة القدم أن تكون جسراً للتواصل بين الشعوب وتعزيز الروابط الإنسانية إذن إبراهيم شنو الإحساس ديالك كنت أتعود تشوف هذه الصور التي تتقل واحد المغامرة التي عمرك في حياتك ما تنساها أشهد أن أقول لك المغامرة لم تكن هنا معقول عليها ولم تكن تصور أنها ستكون بهذه الطريقة جاءتني فكرة باقي ندرش مغامرة جديدة ما أعرف أن المنتخب المغربي سيكون مشاركة أسوة أفريقيا جاءت فكرة لماذا نهوتش على رجلي ولكن كانوا عندي بعض مخاوف كيف ستكون طريقة أن تزموح الدول الإفريقية اللي عنا عليها إحنا هي واحد صورة مدلة ما عارف شني غادي يكون عندي في الطريق إلى آخر كنت توقعنا أسكن صعيبة شوية الحمد لله فاش نطلقت وديت الرحلة ديالي الموريطانية والسينيقا والغنية إلى آخر كتشفت أن الصورة ديالنا كمغاربة عند قاعد شعوب ديال الدول الغربة الإفريقية الصورة ديال المغربة مزينة بززاف فاش نكون مثلا بتوني عادي ما عملش راية ديال المغرب وشي حاجة كتشفت أن تكون غاي ساحد ما كيهضار معاك الغادي إن فوقت بدلو كتعمل توني ديال المغرب والرأي ديال المنتخب والمغربي لون مغوكا لون مغوكا لون مغوكا لون كتكون المعاملة بدل بزا لون ليماش ديال المغاربة دول الإفريقية عاونتني بززاف وسهلت ديال الرحلة ديالي فات اشتركوا في القناة